هذه الارتفاعات بطبيعة الحال عندنا واحد الثمن مقنن ولكن متعارف عليه بدرهم 20 ولكن نرى كل الأنواع الأخرى أو كل الأمور الأخرى التي تستعمل بدقيق تمنتها مقنن بالتالي ولكن كي نضمنوا هذا الخبز ونضمنوا هذه القدرة الشرائية للمواطنين حتى يستعملوا الدقيق في البيوت كان واحد الثمن متعارف عليه وهو 260 درهم القنطر القنطر هاد الظروف اليوم اللي كيعرفها القمح واللي كتا تعتنى واحد الأسواق العالمية والفرات تنقل زاد من 25 دولار إلى 35 دولار هاد العوامل المجتمعة خلات بأن القنطر القمح اللي غدي يدخل عندنا يكون هو 340 درهم القنطر عواض 260 اللي كاينة في السوق باش قاع القدرة الشرائية ما تتضربش في السنة العادية سنة العادية في 2019 الحبوب كلها كانت تدخل بواحد السعر 260 والدولة كانت تفرض رسوم جمهوركية باش تحافظ على المحصول الوطني أمام هذه الظروف لجئت الدولة بطبيعة الحل لي باش تاخذ الإجراءات أول إجراء هو أننا حبسنا لدرواء الامبورتات الرسوم الجمهوركية اللي كنا نفرض على الاستيراد حبسناها في فترتين من فبري حتى الخمستاش ماي 2021 باش نفتحوا المجال من بعد الإنتاج الوطني وحبسناها أيضا من نوفمبر 2021 تل أفريل 2022 في أفريل المقبل إن شاء الله هذا السنة الرسوم الجمهوركية محبوسة في سنتين عادية هذا الرسوم الجمهوركية تدخل الدولة 550 مليون تعدرين لك دائجة الدولة التي تحبس هذا الرسوم الجمهوركية تخسر 550 مليون تعدرين الآن هذه المزورة التي تحبس الرسوم الجمهوركية لي وحدها غير وكافية كان على الدولة أن تتدخل لكي تدخل هذا القنطار الذي تنجيبه من على بره من هذه الحبوب من هذه القمحلين يبقى في 260 درهم لكي تتمشي المطحنة والمواطن الذي يشيرها في داره تبقى 350 درهم من القنطار دخلات الدولة في دخلات الدولة في فترتين الفترة بطبيعة الحال التي قلت لكم في 2021 المعدل في المرحلة الأولى التي تحبسنا فيها لدروة الامبورتاسيون كان 24.45 آلية 25 درهم من القنطار من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021 وفي الفترة الثانية وبالتصاعد تمند الحبوب في العلام تدخل في هذا القنطار وصل إلى 87.25 درهم معناه أنه لو لا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة لكي تمندها يبقى في 260 درهم كان خاص القنطار يسوى 3.40 درهم وإلا يسوى القنطار تدخل الحبوب 3.40 درهم القنطار للفارينة يرتفع 350 درهم وبالتالي كل ما يصنعه بالفارينة سواء الخبز انتع درهم فصل 20 أو الاستعمالات المنزلية اللي كيدر المواطن أو المنتجات الأخرى اللي كيدر في المخابيز ما ينتشح للآخر إلا الارتفاع لتمندها لأن القنطار للفارينة ستزاد 80 درهم ده دعنا بالفارين النسيونال اللي نورمال مخصوم يستعملها الفقراء اللي كتسوى 200 درهم واللي ما كيستعملوها لا مخابيز ولا هم يحزنون تفقين هذه كتسوى 1.3 مليار تاريخيا ولكن اليوم الدولات الدخلات باش تحافظ على الثمن على القنطار للحبوب في 260 درهم باش الفارينة اللي كتخرج من ذاك القنطار تسوى 1.4 درهم باش الاستعمالات من ذاك الفارينة اللي من بينها الخبز اللي كان في المخابيزة بدرهم وعشرين يبقى محافظ عليه معناها أن المستهلك سواء كان مواطنا يستهلك هذا الدقيق عنده في الدار أو لمواطن يستهلك الخبز والمواد الأخرى في المخابيزة ما تأثرش بهذه التحولات اللي وقعت في السوق الداخلية ولهذا الغرض الدولار في 2021 باش تدير هاد العمليات بالإضافة للمليار وثلاث ميل اللي تدعم به الدقيق المدعم خلصت يعني عوض من خلصوا مليار وثلاث ميل ثلاثة المليار ومائتين وثمانين مليون درهم ثلاثة المليار ومائتين وثمانين مليون درهم هذا تخلصت هذا القراءة هذا الرقم لا تحتاج إلى مجهود لأنه الماضي هذا 2021 يعني إذا بغينا نقارنه بسنة عادية الدولة خسرت قريباً مليارين إضافيين خلال سنة 21 وفي سنة 22 وبالظروف اللي رحنا سنعرفوها أنا ما كنهضرش على التطورات المقبلة واللي هي مقلقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية خاصة السلطان الصراعات اللي كتعرفها روسيا وأوكرانيا واللي هي واحد البلدان منتجة لحصيصين كبيرين جداً في الحبوب بغض النظر على هذه التطورات اللي كل الناس كيقولوا بأنها سلبيا نكرا نرغي على الواقع اللي كيندابها فإلا مشينا في هذه المنحة اليوم حتى اليوم كي نحافظوا على هذه التوازنات اللي قلت الدولار بعدها فاكتورات بين جنفير و أفريل مليار و 914 مليون تشي دخل أديسيونال من اللي تنزيد عليه هذه المليار و 300 مليون تعد الدقيق المدعام والذي أؤكد وأوضحه مرة أخرى أنه لا تستعمله المخابيز موجه للشريحة نورمالما الأكثر وهشاشة باش تلقاه بزوج الدرهم من الكيلو فاللضفنا على هذا الشيء ومشينا حتى نهاية السنة الدولار عليها أن تخصص 3 مليار و 844 مليون درهم باش للخص أكيد أن الدولار ممشتش تساعد وتساهم والدعم كل مواطن في استعمالاته للدقيق سواء الشخصية أو لدخ المنزل أو لا استعمالات في المخابيز ولكن لأنه يصعب أن ينجز هذا العمل فدعمت المادة الأولية الأساسية في الاستعمال وهي الحبوب التي تصدرها لفارين وحافظت على السعر الحبوب في 260 درهم الذي يشابه سعر الحبوب في سنة في لاحية جيدة ومتنسوش تابونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر